مرحبا بكم احبائي مرحبا بكم في فيديو جديد اليوم ان شاء الله رجعت معكم باحد البغرير اللي كيجي رائح وناجح وبيدون سميدة غادي نحضروا ان شاء الله اليوم بدقيق الفينو كيجي رطبوا هائل ومكيجيش مع الجن كنتمنى كاملين تتبعوا معايا المراحيل وطريقة دي التحضير اول حاجة هادو ما المكونات اللي غادي نحتاجوهم مكونات بسيطة اول حاجة غادي ندروها غادي نعبرو اليوم ان شاء الله بكاس لعنبا عندنا هنا يا بوخا كيبلكم هادو الكاس بهادو الحجم راها عبر العنبا غادي نحتاجو هنا يا ثلاثة الكيسان ديال الدقيق الفينو كيفما كيبلكم دقيق الفينو ولا دقيق القمح الصلم وهنا يا غادي كيفما كيبلكم را عبرت بكاس العنبا غادي نحتاجو معاهم ملعقة كبيرة ديال الدقيق الناعم ولا دقيق الفورس غادي نحتاجو جوج أكياس دي الخميرة ما يعادل 14 جرام دي الخميرة دي الحلويات غادي نحتاجو ملعقة صغيرة دي الخميرة دي الخمز وغادي نحتاجو هنايا وحدة نصف ملعقة صغيرة من الملح أول حاجة غادي ندروها غادي نخلط النواشف مع بعضياتهم بهذه الطريقة حتى غادي ندمجوا مع بعضياتهم أكدا باش يجيون ساهلين في الخلط كيف ممكن لكم راها العبار بكاس العنبا ثلاثة دي الكيسان دي لها دقيق الفينو وغادي نحتاجو معاهم ملعقة كبيرة دي لها الدقيق الناعم والدقيق الفورس ومن بعد هنا غادي نحتاجو الفاتر والمدافي غادي نبدو نضيفو الما شوية بشوية غادي نضيفو جوش كيسان وغادي نخلطو المكوينة دي لنا غادي ندفو الكستالت غادي نزيفو جوش كيسان هنا سنضيف الكسر الرابع سنبدو نخلط المكونات سنحتاج 1 نصف كساخر ديال الماء ثلاثة الكسان ونصف ديال الماء ثلاثة الكسان ديال السميدة وملعقة كبيرة ديال الدقيق الناعم ولا دقيق الفورس وغاد نخلط المكونات ديالنا جيدا انا قدرت هالدقيق بدقيق الفينو لانه بعض المرات ما قدتوفرش عندنا السميدة ودبا غاد ناخدو الميكسر غادي نبدو ننخلطو به ولا البلندر ديالنا غادي نخلطو به البغرير غادي نطحنوه ولكن ما تفوتوش في الدرجة ديال الطحين لانه من بعد غادي تعجليكم غير حتى تشوفوا المكونات ديالكم وندمجو مع بعضياتهم يلا فوتو في المدة ديال الطحين ما غاديش نجح معاكم اللاجينة ديال بغرير غادي تلقليكم شوية بحل دوك السلوكة بزاف ديال الناس كي قولا را تعجلينات ننفس مولينكس لانكم تتفوتو لها فتخلات ولا فتحين من بعد ما خلطنا المكونات ديالنا كيف ما كيباليكم غادي نغطيو الخالد ديالنا هدا هو القوام اللي غادي نحصل عليه كيف ما كيباليكم هنايا غادي نغطيو الخالد ديالنا بواحد البلاستيك غدائي وغادي نخليه في واحد المكان دافئ لمدة 15 دقيقة غير حتى كتشوفو ذوك الفقاعات بدوكي تكونوا على سطح العاجين وما تفوتوش لي في الدرجة ديال الخميرة وهنايا غادي ناخد واحد الميقلات غادي نسخنوها فوق النار وكنوضعو على شوية من العاجين كيف ما كيباليكم هناك يتقب كيجيب حالي السميدة تماما غادي نستمروا بنفس الطريقة حتى كنكملك على الكمية اللي عندنا من بعد ما غا نحسو بيات تحمرة ملتحت غادي نزولوها هون غادي نوضعو البغرة التانية وما تفوتوش لي في حالة وما تفوتوش لي في حالة وما تفوتوش لي في حالة فوق النار ومداشتكت بخب الأشجار وأنقم بخارج حالة ومداشتكأت بخارج وهذا الشكل دياله من الداخل كيف ما قلت لكم غادي نبقوه مستمرين حتى نكملوها لكمية العاجلة اللي عندنا مرة مرة قد تحركوا البغرير ديالكم هكذا باش ما غاديش يزيدا في الخميرة غادي نبقوه مستمرين حتى نكملو البغرير ديالنا كامل ومن بعد ما سالينا البغرير ديالنا كيف ما كيبال لكم انا هنا يدرت في واحدة شوية دياله زبدة ولاسل انتم ما تقدروا تقدمو كما بغيتو كيف ما كيبال لكم كيجي ناجح ورطب كيجي بحل ديال السميدة تماما كنتمنى الوصفة دياليوما تكون راقتكم وعجبتكم وغير جربوها ان شاء الله ما غاديش ندمو عليها انا غادي نهز معكم وحدة باش شوفوها كيفاش كيجي كيف ما كيبال لكم كيجي ناجح وما كيجيش مع الجن وفي نفس الوقت رطب كيجي رائع جدا وناجح كنتمنى اللي اول مرة كيش هاد القانت ديالي ما يبخش عليها ويدر جيم ويدر ابوني وما تنسوش شفع الجرس هكذا غادي وصلكم دائما جديد الفيديو هاد ديالي وجديد لوصفات ديالي كنتمنى اتبحتاجوا هاد الفيديو مع الاصدقاء والاحباب ديالكم وانتظروني دائما في المزيد والمزيد من الوصفات اللي ممكن تستفدو منهم وصلت معكم نهاية الفيديو نتمنى نلقاكم بخير وعلى خير في الصفات مقبلة ان شاء الله واسلامة اشتركوا في القناة